سببت الكرام وصلنا الآن إلى الدرس الثالث والثلاثين من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين كلمة اليوم ألو 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 هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة كرر خلفي جميع العبارات بصوت مرتفع حتى تتقن اللفظ الصحيح أما الآن اضغط على أعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة أما دروس السابقة بإمكانك الحصول عليها في أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف ستجد الرابط هناك ألو 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 لديها مجموعة من المعاني كلمة ألو سمح لي أو منح خصص أجازة أدخل سلم وأعترف لنأخذ أمثلة على هذه الكلمة توقف للحظة للسماح لعيني لكي تتأقلم He stopped for a moment to allow his eyes to adjust المثال الثاني A plan to allow Sunday shopping A plan to allow Sunday shopping A plan to allow Sunday shopping خطة للسماح للتسوق يوم الأحد أما أهم المرادفات لكي منتألو Permit أجازة أو سمحة Give منحة Assign عينة أو حددة Insert أدخل Insert أدخل أما الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وتذكروا أن أم المهارات هي التكرار لذا كرروا الدرس عدة مرات حتى تتقنوا اللفظ الصحيح والكتاب الصحيحة واستمروا بمتابعة جميع دروس هذا البرنامج شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة وإلى اللقاء قريبا اشتركوا في القناة